طيب لا هيلعب بتشكيل عامل ازاي في المباراة القادمة مباراة نادي الزمالك بص المعلومة الاقرب للحقيقة ممكن تعتبرها لحقيقة ممكن تعتبرها بنسبة 99% ما بقولش 100% دايماً ليه؟ في تغيرات بتحصل يعني ممكن العيب يجيله شد مثلاً قبل المباراة بيوم بيومين ممكن ما يقديش بالتدريبات كويس فالمدري بيستبعده بس كولر التشكيل هيلعب به مباراة الزمالك هو كالتالي كالتالي هو التشكيل اللي لعب في المباراة الأفريقياتين أمام جورماية التشكيل هيكون كالتالي محمد الشناوي في حراسة المرمى محمد هاني ياسر إبراهيم رامي ربيعة ويحيى عطيته الله وفي وسط الملعب أكرم توفيق مرانة عطية إمام عشور وفي الهجوم الثلاسي حسين الشحاد برستاو ووسامة بو علي دي تشكيلة النادي الأهلي اللي كولر رافض المساس بيها أو إجراء أي تغيرات فيها قبل مباراة الزمالك أو خلال مباراة الزمالك ده فيما يخص النادي الأهلي